بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طريقة إسناد المشاريع للطلاب وإرسال التكاليف لهم طبعاً أحياناً قد يحتاج المعلم إلى تكليف الطلاب بمشروع ما؟ المشروع الوحدة أو مشروع يتعلق بأحد المواضيع فيتم ذلك من خلال برنامج التيمز يتوجه إلى الواجبات طبعاً المشاريع تعامل معاملة الواجبات والاختبارات من ناحية طريقة الإعداد وطريقة الإسناد يتوجه إلى الواجبات ثم إنشاء واجب نحدد الفصل المطلوب إنشاء واجب له ثم التالي طبعاً لتنفيذ هذه الخطوات أود التنويه أنه لابد من إنشاء فريق خاص لكل شعبة أو لكل فصل ومن ثم ضم الطلاب وإضافة الطلاب في هذا الفريق ومن ثم إرسال التكليف لهم أو أسنال التكليف لهم طبعاً نسجل هنا المشروع أو عنوان المشروع كذلك الإرشادات تسجل في الحق المخصص كتابة جميع التعليمات أيضاً هنا يمكن إضافة دليل تقييم وتحديد العناصر أو المعايير التي لا بد أن يلتزم بها الطالب عند تنفيذ هذا المشروع ثم إضافة دليل تقييم جديد هنا نسجل أو ندرج المعايير بما إذا كان مثلاً على سبيل المثال إذا كان البحث سليم من الأخطاء راح يحصل على ممتاز ومرتبط في الموضوع المطلوب إذا كان مثلاً مرتبط في الموضوع ولكن فيه أخطاء وهكذا سجل كافة المعايير ثم إرفاق النقاط للدرجات المصندة والمحددة للمشروع 10 درجات على سبيل المثال تاريخ الاستحقاب نحدد هنا تاريخ التسليم على سبيل المثال نختار يوم الخميس في نهاية اليوم الساعة 23 أيضاً تاريخ الانتهاء من التسليم تاريخ الاستحقاب يوم الخميس وأيضاً تاريخ الانتهاء نضع يوم الخميس نفس الوقت الآن سيصل الطالب إشعار من اليوم على سبيل المثال اليوم الثلاثاء سيصل إشعار للطالب من اليوم وسيستطيع تسليم الواجب أو التكليف يوم الخميس من ثم تم في النهاية نضغط على الزر تعيين الآن جميع الطلاب المضافين في الفريق سوف يصلهم إشعار كما تلاحظون بالتكليف والرشادات التي تم كتابتها وتحديدها أنا سيقوم الطالب بتلقي الإشعار والطلع على التفاصيل ومن ثم إرسال الواجب أو التكليف للمعلم بعدها لو توجهنا إلى الفرق الواجبات سنجد أعداد الطلاب الذين شاركوا وقاموا بحل هذا التكليف أو في حل البحث المطلوب سيظهر اسم الطالب وحالة هل اطلع على التكليف أم لم يطلع عليه حل الحلة طبعا ممكن المعلم يطلع على الحل ومن ثم يسنده ويحجد الدرجة المطلوبة سيتم عرضها مباشرة في سجل الدرجات لاحظ مشروع الوحدة راح يكون لخانة مخصصة تنفيها تسجيل الدرجة التي حققها الطالب هذه الطريقة بكل اختصار إذا كان هناك سؤال واستفسار أرجو كتابتها في التعليقات أسفل هذا الفيديو